موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة انتك اليوم ان شاء الله سوف نقدم لكم افضل خمس قنوات متابعها شخصيا منذ اكثر من سنة تقنية بضبط وصراحة مضمون واشياء تقدمها رائعة وصفات وفيديوك في حياتك كما انا استفدت منها كثيرا والان اقوم بمشاركتها معكم لكي تستفيدوا انتم اكثر ان لم تكنوا تعرفونها بطبيعة الحالة اول قناة هي قناة up to date هذه القناة صراحة قناة رائعة جدا من شخص فيصل سيف الذي اكثر مليون وتلجمئة مشترك قناة مشهورة من اساس يعمل جميع مراجعات لدواتف للحواسيب لكرت شاشة لنفيديا ولي اي شيء يخص التقنية بصفة عامة هذه القناة مختصة بالتقنية بصفة عامة يعني لا ينحسن فقط في الهواتف او في الحاسوب او اي شيء وفي بعض الاحيان يقوم بتكلم على شركات تقنية مثل ابل و سامسونج او اي شيء ويقوم باعطائك معلومات عن هذه الشركات القناة الثانية هي قناة التقنية بلا حدود هذه القناة صراحة تعجبني اكثر لانه يعطيك تفاصيل جد مهمة في الهواتف مختص في الهواتف كثيرا لكنه يعمل فيديوهات اشياء اخرى مثل الحواسيب لكنه مختص في الهواتف ويعطيك تفاصيل جد رائعة مثلا فورا استخراج هاتف ايفون 8 او هاتف غالاكسي اس 8 او نوت 8 فقط قم بمشاهدة فيديو من هذا الشخص و سوف تعرف تقريبا جميع المزايا وجميع اي شيء يتعلق بهذا الهاتف وتجربة واي شيء القناة الثالثة قناة ماب تقني تيك ماب هذه القناة معروفة بهجودتها وبجودة المضمون فيديوهات التي تنزلها على اليوتيوب يعني كالي تي الخاصة بالفيديو تكون رائعة جدا وتقنية التصوير وكيف يتوضع الكاميرا واي شيء تكون رائعة جدا وهو ايضا يعمل مراجعات كثيرة فقط في الهواتف وكاللاحظات يقوم باستعراض لحاسوب او اي شيء لكنه مختص بالهواتف بسفا عاما وننتقل من المراجعات الى البرمج والديزاين هذا الشخص اسمه دونيو بردر افضل شخص يقوم بمراجعات اللغات البرمجية والديزاين واي شيء تصور تقريبا جميع اللغات البرمجية المعروفة لحد الان قام بعمل فيديو لها على الاقل مثلا لغات السي شارب يقوم بعمل بلايليست لها في اكثر من عشرين فيديو كيف تتعلم السي شارب وانا انصحك بتعلم من البيديف يعني ان كنت تتودى تعلم البرمج على التعلم من البيديف لكن فيديوهات تعاونك في مثلا ان كنت لم تجد حل شيء معين او تودى البحث عن شرح تطبيقي نظري يقوم بمشاهدة بعض الفيديوهات لهذا الشخص ويقوم باعطائك بعض نصائح وهو حاصل على سرتيفيكة من مايكروسوف هذا الشخص تقريبا قام بعمل شرح لجميع اللغات البرمجية وايضا يتطرق كيفية صناعة الالعاب يعني الديزاين الفوتوشوب او المايا او اي شيء يقوم بعمل مراجعة له وشرح له بتفصيل لكن اصحك بقياعة كتاب ومشاهدة فيديوهات في يوتيوب لكي تتعلم البرمجة بشكل كامل ومن انتقل من البرمجة الى الهاكر هذا الشخص شادوهاكر للاسف لم يعود يفعل فيديوهات كثيرة مؤخرا لانه قامت يوتيوب حضره في بعض اللحظات وتقوم بمسح بعض الفيديوهات الخاصة به لانه يقوم بشكل كيفية اختراق الفيسبوك كيفية اختراق الواي فاي كيفية اختراق اي شيء وهذا غير قانوني في اليوتيوب لكنه لديه فيديوهات في اليوتيوب ما زادا يعملوها مثلا كيفية تكون محترفة قناة مختصة بصفة عامة في الهاكر وفي الاختراق بعض القنوات الكبيرة مثل قناة امرغيب يقول لك كيفية اختراق هذا الواي فاي وهذا اي شيء ويقوم فقط بالنقل من هذه القناة لانها مختصة في الاختراق وصاحبه يعني مهوس باي شيء اسمه الاختراق اختراق واصل اي شيء مهوس بهذا الشخص اسمه طارق وجود التحية من هذا المنظر واخيرا قناة ححول المعلومات هذه القناة صراحة جميلة لديها ايجابيات ولديها سلبيات الان سوف نسترق فقط الى الايجابيات يقوم بعمل شرح لتقريبا جميع التطبيقات الموجودة في البلاي ستور اي شيء تودوا فعله مثلا اي فلاتف التطبيق اي شيء يقوم بمشارحه وفي بعض اللحظه يقوم باعطائك افضل خمس تطبيقات افضل خمس العاب افضل ثلاثة عشر تطبيق جديد احصل على المهم اي شيء يخص التقنية وهذه اول قناة تقنية وصراحة لم اعد اتابعها كثيرا لكن صراحة فيها فيديوهات جميلة ستفيدكم فيها فيديوهات كانت هذه افضل ست قنوات كنت اتابعها في التقنية بالطبع في الاخير لا تنسى وضع الشرك في القناة انتك لان قناتي انا ايضا وان شاء الله لما لا سوف نقوم بعمل فيديوهات بشكل يومي او كل يومين او لا حسب فقط تبقى مسألة دراسة ووقت كانت هذه افضل القنوات وشكرا لمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان كانت لديك اي قناة تعرفها جميلة وقوية ورائدة في المجال التقنية قم بوضعها في الكموند اسفل